هكذا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه يتابع بقلق بالغ الموقف المتفجر والخافل بدواع التشاؤم في المنطقة وعلى حدود مصر الشرقية وشدد الحزب على أنه مثله مثل كل القوى الديمقراطية في العالم يعترف للفلسطينيين بالحق الشرعي الذي كفله القانون الدولي في مقاومة الاحتلال وبالحق في تقرير المصير داعيا الحكومات والرأي العام للدول إلى سرعة تطبيق حل الدولتين ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى معزل عنصري حيث يكون في شكل أقامه البيض في جنوب إفريقيا للأفارقة قبل سقوط النظام العنصري ترجمة نانسي قنقر